بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة نستكمل وإياكم في سلسلة دروس كتاب الرياضيات للصف السابع الأساسي ودرسنا لهذا اليوم ضرب الأعداد الصحيحة وقسمتها عزيزي الطالب يتوقع منك بعد الانتهاء من الدرس أن تكون قادرا على إيجاد ناتج ضرب عددين صحيحين بطرق مختلفة أيضا إيجاد ناتج قسمة عددين صحيحين بطرق مختلفة نشاط واحد تتطلب المعاملات البنكية رسوما معينة محمد معتمد في أحد البنوك الفلسطينية يخصم البنك دينارين شهريا لإدارة حساب محمد وفي ستة أشهر يخصم البنك 12 دينارا لإدارة ذلك الحساب ألاحظ أن سالب 2 الخصم في الشهر الأول زائد سالب 2 الخصم في الشهر الثاني زائد سالب 2 في الشهر الثالث زائد سالب 2 في الشهر الرابع زائد سالب 2 الشهر الخامس وسالب 2 الشهر السادس سالب 2 زائد 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 سالب 2 يكون الناتج سالب 12 أعبر باستخدام الأعداد الصحيحة عن مبلغ الخصم في الأشهر الستة من حساب محمد خصم يعني الإشارة سالبة في الأشهر الستة 12 فيكون العدد سالب 12 ألاحظ أن 6 ضرب سالب 2 يساوي سالب 12 ننتبه عزيز الطالب الستة عدد موجب ضرب عدد سالب الناتج عدد إشارته سالبة نشاط 2 أوجد ناتج ضرب 5 ضرب سالب 3 باستخدام قطع العدد 5 ضرب سالب 3 يعني 5 مجموعات في كل منها ثلاث قطع سالبة نرسم خمس مجموعات هنا خمس مجموعات في كل منها ثلاث قطع سالبة سالب 3 سالب 3 سالب 3 سالب 3 سالب 3 سالب 3 وإذا ما جمعنا هذه القطع السالبة ننظر أعزائي سالب 3 وسالب 3 سالب 3 سالب 3 سالب 3 سالب 3 الناتج خمسة عشر قطعة سالبة أو سالب 15 أتعلم عند ضرب عددين مختلفين في الإشارة يكون الناتج عددا سالبا خمسة عدد موجب ضرب سالب 3 عدد سالب الناتج عددا سالبا نشاط ثلاثة أكمل ناتج كل مما يأتي ألف سالب 2 ضرب 17 عددين مختلفين في الإشارة حاصل ضربهما عدد إشارته سالبة إذن سالب 2 ضرب 17 34 الناتج سالب 34 با 4 ضرب سالب 10 عددين مختلفين في الإشارة أعزائي الطلبة فالناتج إشارته سالبة فيكون الناتج أحسنتم سالب 40 جيم سالب 8 ضرب 6 عددين مختلفين في الإشارة فإشارة الناتج سالبة فيكون سالب 48 نشاط أربعة ألاحظ أن سالب 3 ضرب 4 يساوي سالب 12 وسالب 12 وسالب 12 تقسيم 4 يساوي سالب 3 أكمل عزيزي الطالب ما يأتي سالب 5 ضرب 2 نلاحظ أعزائي الطلبة أن العددين مختلفين في الإشارة فحاصل ضربهما سالب 10 هنا سالب 10 تقسيم 2 ما هو العدد الذي إذا ضرب في 2 كان الناتج سالب 10 من هنا عزيزي الطلبة العدد هو سالب 5 فيكون الناتج سالب 5 أيضا نكمل 6 ضرب سالب 3 عددين مختلفين في الإشارة فالناتج سالب سالب 18 سالب 18 تقسيم 6 ما هو العدد الذي إذا ضرب في 6 كان الناتج سالب 18 العدد هو سالب 3 نلاحظ العددين سالب 10 و 2 والسالب 18 و 6 إشارة العشرة سالبة والإثنين موجبة وهنا أيضا الثمانية عشرة سالبة والستة موجبة إذن إشاراتهما مختلفة نلاحظ الناتج أعزائي ناتج القسمة عدد إشارته سالبة أتعلم إشارة ناتج قسمة عددين مختلفين في الإشارة سالبة دائما حيث المقسوم عليه لا يساوي صفر قسمة عددين مختلفين في الإشارة سالبة دائما نشاط 5 نلاحظ ما يأتي نعلم أعزائي الطلبة أن عدد موجب ضرب عدد سالب الناتج عدد سالب نلاحظ أعزائي الطلبة 2 ضرب سالب ثلاثة يساوي سالب ستة عدد الموجب ضرب عدد سالب عدد إشارته سالبة 1 ضرب سالب ثلاثة يساوي سالب ثلاثة صفر ضرب سالب ثلاثة يساوي صفر نعير انتباهنا إلى العمود الأول يقل العدد قيمته بمقدار واحد اثنان واحد صفر سالب واحد سالب اثنان أما العمود الثاني فيحتوي العدد سالب ثلاثة لا يتغير أما حاصل الضرب سالب ستة سالب ثلاثة صفر كل حاصل ضرب يزداد بمقدار ثلاثة عن حاصل الضرب السابق له سالب ستة زائد ثلاثة الناتج سالب ثلاثة أيضا سالب ثلاثة زائد ثلاثة الناتج صفر نكمل على هذا النمط أحبائي صفر زائد ثلاثة الناتج موجب ثلاثة موجب ثلاثة زائد موجب ثلاثة الناتج موجب ستة نلاحظ سالب واحد ضرب سالب ثلاثة عددين إشارتهما سالبة الناتج عدد إشارته موجبة سالب اثنان ضرب سالب ثلاثة الناتج موجب ستة عدد سالب ضرب عدد سالب الناتج عدد موجب أتعلم؟ عند ضرب عددين لهما نفس الإشارة يكون الناتج عددًا موجبًا نشاط ستة ألاحظ أن ثلاثة ضرب سالب ثمانية يساوي سالب أربعة وعشرون وسالب أربعة وعشرون تقسيم سالب ثمانية الناتج ثلاثة ما هو العدد الذي إذا ضرب في سالب ثمانية؟ كان الناتج سالب أربعة وعشرون من هنا العدد هو ثلاثة أكمل ما يأتي بإيجاد الناتج ألف سبعة ضرب سالب ثمانية عددان مختلفان في الإشارة فالناتج سالب سالب ستة وخمسون با سالب ستة وخمسون تقسيم سالب ثمانية العدد الذي إذا ضرب في سالب ثمانية كان الناتج سالب ستة وخمسون هو سبعة جيم سالب تسعة ضرب ستة عددين مختلفين في الإشارة حاصلوا ضربهما عدد سالب سالب أربعة وخمسون دال سالب أربعة وخمسون تقسيم سالب تسعة من هنا أعزائي العدد الذي إذا ضرب في سالب تسعة كان الناتج سالب أربعة وخمسون هو ستة نلاحظ أعزائي الطلبة العددين سالب ستة وخمسون وسالب ثمانية وسالب أربعة وخمسون وسالب تسعة إشارتهما إشارتهما سالبة وهي متشابهة نلاحظ الناتج ناتج القسمة إشارته موجبة أتعلم عند قسمة عددين لهم الإشارة نفسها يكون الناتج عدداً موجباً إذن عند ضرب عددين لهم الإشارة نفسها الناتج عدداً موجباً وعند قسمة عددين لهم الإشارة نفسها الناتج عدداً موجباً نشاط سبعة أكمل ما يأتي بإيجاد الناتج ألف سالب سبعة ضرب سالب أحد عشر عددين متشابهين بالإشارة فالناتج عدد موجب سبعة ضرب أحد عشر سبعة وسبعون با سالب ثمانية وثمانون تقسيم سالب ثمانية عددين متشابهين في الإشارة حاصل قسمتهما إشارته موجبة فالناتج أحد عشر جيم تسعة ضرب سالب أربعة عددين مختلفين في الإشارة فالناتج أحسنتم سالب ستة وثلاثون دال أربعة وستون تقسيم سالب ثمانية عددين مختلفين في الإشارة حاصل قسمتهما عدد سالب فالناتج سالب ثمانية إلى هنا أحباء الطلبة نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس وستكون قادرين على أداء المهمة التعليمية الآتية تمرين أكمل الفراغات الآتية واحد معكوس ناتج العملية القيمة المطلقة للعدد سالب اثنان ضرب خمسة ناقص سبعة هو العدد اثنان عدد صحيح سالب ضرب عدد صحيح سالب يساوي عدد صحيح ثلاثة صاد ضرب سالب سبعة يساوي سبعة فإن قيمة صاد تساوي وإلى هنا أحباء الطلبة ينتهي لقاؤنا بكم على أمل أن نلتقي في لقاء آخر تمنياتي لكم بالتوفيق أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة